اشتركوا في القناة كان يملك من الهند للحبشة وكان بالبلاط الملكي عنده رجال اسمه هامان كان الملك يتكل عليه ويسلمه كل شي لأجى وقت قال له لهامان إلك كل المال وكل الناس عمول فيهم اللي بدك ياه هون الناس خفته صار كل ما يشوفه هامان ماري يسجدوله ويبيضه ويجمعه لحتى شخص واحد بس بالمملكة رفض انه يسجدله هو مردكاي من شعب الله غضب هامان وحقد على مردكاي وحقد على الشعب وقام بمؤامرة كبيرة كتب رسائل لكل الأقاليم لإبادة شعب الله وختم هالرسائل بختم الملك هون وصل الخبر لمردكاي بيخزئ تيابه بينزل ع وسط المدينة ويبلش يصرخ ويحط رماد على راسه وصل الخبر للملكة أستير تبعت وراء بقل له لازم تفوت لعند الملك وتترجيح حتى يغير هالقانون الجديد بإبادة الشعب قالت له ما في يفوت لعنده بيقتلني هالشي ضد القانون قال له قوعة تفتكر إنك لح تخلصي من دون الشعب هون بتقل له أنا لحفوت عند الملك خاطر بحياتي بدي أطلب منك ومن الشعب إنه نيصوموا كرمالي وهون أستير بتصوم وكل الشعب بيصوموا وبالتالت يوم بتفوت أستير لعند الملك أول ما يشوف الملك فيتي بيغضب هون أستير بتنهار تقع بالأرض بلين قلبه للملك بيركد صوبه بيغمره وبقل له شو بك يا أستير خبريني شو بك بعطيك كل اللي بدك بسئوليلي هون أستير بتقله طلبه هو شعبه وهون قدرت خلصت شعبه من الإبادة المغزى من هالقصة اليوم شعبنا عم بيرزح عم بيتعرض لنوع من الإبادة إن كان بحياة الاقتصادية إن كان بالهجرة بالبطالة إن كان بالقوبة أو الأمراض عيالنا صارت مفككة كل شخص موجود ببلد كله لحتى يقدروا يعيشوا ويستمروا نحنا اليوم بيهصوم بحاجة أنه نصوم من أجل المسؤولين أقله يطلعنا شخص مثل أستير يقدر بكل جرأة وبكل شجاعة يوصل صوت الشعب ويخلصه من الهلاك أمين